هو 21 مرسوم جديد 121-22 لما ندرك ندير المقارنة بين الشيء اللي كان في المرسوم القديم اللي هو 15-289 والمرسوم الجديد كانت بعض التغييرات في مجال تأمينات الاجتماعية وفي مجال أيضا التحصيل لما نتكلم عن تأمينات الاجتماعية في مجال تأمينات الاجتماعية كان في المرسوم القديم الحق في الأداءات العينية الأداءات العينية اللي هي تأمين على المرض والتكفل بمصاريف المرض والولادة كان بكري كان الحق في هذا كان حتى 31 جنوبي صرار الآن التمديد تعه حتى 31 مارس هذا مكسب من المكاسب الجديدة للمؤمن له مجتماعيا بكري كان اللي عنده الحق يشترك ويدفع لأن أصلا الدفع بالتقسيد كان غير بعض المهن الخاصة وكان يقدر يدفع التقسيد للسانوات السابقة بصح السنة الجارية ما يدفعهاش وكان بعض الاستثناءات للسنة الجارية وكيدفع بالتقسيد في السنة الجارية ما كانش يستفاد من الأداءات العينية المرسوم الجديد هذا يخليه اللي يدفع بالتقسيد يستفيد من الأداءات العينية موسيقى